جريمة تفجير دار الرئاسة طالت مختلفة جوانب الحياة في اليمن أسقطته سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا كان الأبرز كونه أصاب المواطنين في مقتل لتغدل جريمة مشنقة لفت حبلها حول عنق معيشة المواطن استقرار البلد السياسي تبدد وتزعزع وضعه الأمني وتشضى المجتمع وانهار الاقتصاد بعد عام واحد من ارتكاب الجريمة أقرت ما تسمى حكومة الوفاق الوطني حينها أكبر جرعة سعرية على المشتقات النفطية برفعها سعر اللتر الديزل من خمسين ريالا إلى مئة ريال وسعر البنزين من خمسة وسبعين ريالا إلى مئة وخمسة وعشرين ورفعت مصدر التمويل القائم من تذاكر السفر بالطيران الداخلي والخارجي إلى خمسمائة ريال عن كل تذكرة بدلا من عشرة ريالات وفرضت ضريبة على كل علبة سجائر وكل كيس اسمنت محلي الصنع ومستورد وأضافت نسبة عالية من قيمة استهلاك الهاتف المحمول على جميع المشتركين بنظام الفوترة والدفع المسبق على مستوى الجمهورية ونهاية يوليو 2014 أصدرت الحكومة ذاتها قرارا آخر تضمنا رفع سعر اللتر البنزين من مئة وخمسة وعشرين ريالا إلى مئتي ريال والديزل من مئة ريال إلى مئة وخمسة وتسعين للتر الواحد وعلى إثره ارتفعت أسعار المواد الغذائية ولم تنخفض من يومها سوى معيشة المواطنين المستمرة في التدني بالتوازي مع الوضع الاقتصادي الذي واصل انهياره مع اندلاع الحرب في مارس 2015 ليصل إلى مستويات لم تكن تخطر على بال تقارير اقتصادية محلية ودولية تؤكد أن الريال اليمني خسر أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار ما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار أوقع غالبية المواطنين في شراك الفقر والجوع مهددين بخطر الانزلاق إلى مستويات مخيفة من نقص الغذاء تقرير حديث للأمم المتحدة أفاد بأن الاحتياجات الإنسانية في اليمن ستظل مرتفعة خلال العام الجاري حيث سيحتاج واحد وعشرون مليون وستمائة ألف مواطن إلى مساعدات إنسانية المنظمة الأممية أضافت أن أكثر من ثمانين في المئة من المواطنين يكافحون للحصول على الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية الكافية في حين أن ما يقرب من تسعين في المئة منهم محرومون من خدمات حكومية عدة كخدمة الكهرباء البنك الدولي توقع هو الآخر حدوث انكماش حقيقي في اقتصاد البلد بمقدار النصف واحد في المئة في العام الحالي وحدد أن مشكلة إنعاش الاقتصاد اليمني تكمن في احتياج البلد نحو أربعين مليار دولار منها ستة عشر مليار خلال الفين وثلاثة وعشرين وأكثر من اثنين وعشرين مليارا بحلول الفين وسبعة وعشرين رقعة عدام الأمن الغذائي تتسع في أوساط المجتمع حيث قفز مؤشر معدل انتشاره من عشر في المئة في عام الفين وخمسة إلى نحو تسعة وتسعين في المئة في العام الجاري في ظل فرض ميليشيا الحوثي جبايات وإتاوات على المواطنين في مناطق سيطرتها ترفعها سنويا بلا مردود إيجابي أو خدمي يلمسونه ودون التزامات لها تجاههم وباتت سعودة الوضع المعيشي إلى ما كان عليه قبل الفين وآحد عشر حلوما يراود المواطنين وأقرب إلى فجر غاب وولى دون رجعة فتداعيات جريمة تفجير دار الرئاسة وضعت اليمن واستقراره لاسيما الاقتصادية على متن قطار يهرول في سكة خالية من أي محطة يمكنه التوقف عندها ووجهتها هي الهاوية الشبيهة بثقب أسود أما الزمن فأصدر بيانه وأكد أن أيامه لا يمكن أن تأتي لأبناء الشعب بالأفضل